السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة مراجعة دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة أعزائي طلاب درسنا إن شاء الله لهذا اليوم رح نتحدث عن unit 1 lesson 8 فصل أول للدرس الثامن writing an advert writing an advert كتابة إعلان عزائي طلاب درسنا لهذا اليوم إن شاء الله بصفحة 12 من الكتاب الملون اللي هو يحكي عن tooth approaches فرج الأسنان وعدنا رح نشوف عندنا إعلانات وعدنا أسئلة وأجوبة هذا الدرس مهم جدا عزائي طلاب هذا علي أسئلة وأجوبة الرجاء الرجاء من أتكم بأن تتبعوا إياي خطوة بخطوة حسناً حسناً writing an advert كتابة إعلان ورق إمبار يقول أعمل بأزواج look at these three adverts انظر إلى هذه الثلاث إعلانات for tooth brushes and forage ask and answer أسئلة وأجيب questions أسئلة about each of the tooth brushes عن كل فرج الأسنان use the following prompt to help you يقول استخدم الملاحظات اللي جوة لكي تساعدك أوكي احنا شباب لو تشوفون منطيني على الجهة اليسرى منطيني which tooth brush is أي فرشة من هذه الفرج منطيني أسئلة أنا قبل لا أحل هاي الأسئلة وقبل لا أشرحها خليني أشرح الذن من الثلاث أنواع من الفرج أوكي نوع الأول اللي هي هذي باللون الأصفر أو الارتقالي نسميها prudent tool prudent tool هذي النوع الأول من الفرجات أوكي المعلومات اللي على هذي الفرجة أو الملاحظات اللي يمكننيها عن هاي الفرجات هي battery power tooth brush أول ملاحظة أول معلومة عن هذي النوع من الفرج تشتغل عن طريق البطارية يعني خلي نقول عليها مو يدوي هاي تشتغل عن طريق البطارية يعني يكون الهزمالتها أو الحركة مالتها حركة كهربائية أوكي rotate rotate الهزمالها أو الحركة اللي هي اللي نستخدمها للتفريج يكون بها sorry one thousand times one thousand times in one minute ألف دورة بالدقيقة الواحدة يعني تتحرك أو تهتز هذي النوع من الفرج بألف دورة بالدقيقة الواحدة great مطيني ملاحظة جوا great for traveling جيدة للسفر جيدة هذه النوع من الفرج للسفر يعني تفيد بالسفر وسعرها price سعرها 15000 دينار هذا النوع الأول اللي هو و الملاحظات اللي عليها الملاحظات اللي موجودة طلابنا العزاء هاي عليها مهمة جدا النوع الثاني اللي هو باللون الأخضر اللي هي اسمها ماكس كلين ماكس كلين منطين عليها ملاحظة باللون الأبيض سوبر سوفت نعومة خارقة و choose from for bright colors يقول اخترها بألوانها الأربعة البراقة بها هذي الأربع اللي هي مرسومة بالصورة فوق أربع ألوان ومنطيني ملاحظة عليها لا تحتاج إلى شحن يعني ما تستخدم البطارية هذي الفرجة هذا النوع من الفرج تستخدم باليد يعني ما تحتاج إلى شحن أو بطارية السعر مالتها سعر هذي النوع من الفرج 2000 دينار إراقي 2000 دينار إراقي أوكي النوع الثالث اللي هي باللون الأزرع اللي هي اسمها sonic 2000 sonic 2000 هذي النوع من الفرج اللي هي من الملاحظات اللي عليها changeable brushes changeable brushes يعني قابلة لتغيير الفرجة أوكي يعني الجهاز يقق نفسه بس أنا أقدر أغير الفرج ومنطيني لو تلاحظون بالصورة منطيني فرجتين وياها يعني أقدر أخلي هذه وأقدر أخلي هذه أو أقدر أشتر على عدد العائلة مثلا أفراد العائلة ثلاثة أربعة تقدر تشتر فقط الفرجة يبقى الجهاز نفسه rotate الهز أو الدوران مالتها 2000 times in one minute 2000 times in one minute 2000 دورة بالدقيقة الواحدة هذه النوع من الفرج تتحرك عن طريقة البطارية وتهتاز أو تتحرك 2000 دورة بالدقيقة منطيني ملاحظة عليها good for the whole family جيدة للعائلة بيأكملها وال price مالتها السعر أو التكلف 40,000 دينار إراقي 40,000 دينار إراقي 40,000 دينار إراقي سعر هذه الفرجة أوكي هذه الملاحظات اللي موجودة نرجع نرجع أزائي الطلاب نرجع للأسئلة اللي منطيني آها هذه الأسئلة اللي بالجهل ليسرم أوكي هذه الأسئلة which tooth brush is which tooth brush is السؤال الأول منطيني لو تلاحظون أعزائي الطلاب منطيني the most least expensive the most أول شي ومنطيني الخط الشارحة يعني أول شي يريد the most expensive الأكثر غلاء وبعد مرة الثانية إذي يريد the least expensive الأقل غلاء يعني معاكس most الأكثر least الأقل هذه هنا آه ذن النوع الفرج الثلاثة يريد أول شي the most expensive من المست expensive من الأكثر غلاء أكيد راح تجاوبون عاشي تديكم السونيك الفين اللي هي سعرها أربعين ألف دينار عراقي والليست expensive اللي أقل غلاء أو الأرخص صح نسميها اللي هي ماكس كلين سعرها ألفين دينار عراقي أوكي السؤال الثاني الجيدة للسفر أنا لو ألاحظ الملاحظات اللي منطينا عليها من اللي جيدة للسفر ماكس كلين كاتب عليها جيدة للعائلة أما كاتب عليها جيدة للسفر فهنا جيدة أو الأفضل للسفر اللي هي سؤال اللي بعد من الأكثر سرعة بيهن من هي الأسرع لأنني عندي مفاضلة أو الأفضل من الأسرع وحدة بيهن اللي هي أكيد رح أشتدي لكم تجاوبون بأن تقولون السونيك 2000 السونيك 2000 هي الأسرع سؤال القبل الأخير اللي هو قابلة أو تظهر لقابلية تغيير الفرشة من اللي بيهن تشتغل البطارية ماكس كلين أربع ألوان براقة أما السونيك 2000 من طين ملاحظة اللي هي قابلة تغيير الفرش عاشة إديكم والأخير السؤال اللي هو تظهر أو موضحة بعلوان عديدة اللي هي أكيد الماكس كلين عزاء طلاب هذه الملاحظات مهمة جدا هذه الأسئلة مهمة جدا أوكي لو تلاحظون منطيني معلومة جوا جوا السونيك 2000 منطيني ملاحظة بالمستطيل الأبيض راح أشتري لأنها سأشتري عن البرود لأن هذه الفرش أقل غلاء يعني لا هي رخيصة أو غالية أو سأشتري ها أقل غلاء عن السونيك 1000 فيها وهي أيضا تقدر تقول باتري باور تشتري عن طريق البطارية و دور 1000 روت تتحرك الدورة بالدقيقة وجيدة للسفر و إلى آخرين منطيني ملاحظة بالشريط الأحمر أو المستطيل الأحمر يقول اختر الفرشة المناسبة من الإعلانات أباف الأعلى و اخبر زميلك ليش اختار هذا النوع من الفرج و لماذا اختارت هذا النوع و لماذا اختارت النوع الأخرى هاي انا شباب امطيك انا يعني عن نفسك براحتك يا نوع اللي تختار و ليش وليش مختار الباقيات اللي يقول أرخاص اللي يقول أسرع واللي يقول أفضل يعني أي ملاحظة تقدر تضيفها انت تكون جيدة جدا عاشت اديكم و نرجع نقول هذه الصفحة عن الإعلان مهمة جدا رجاء لا تخلون هذا الدرس يعبر عليكم إذا ما فهمين كل شي وأرجع وأقول أي شي ما فهمته أي ملاحظة أي سؤال أي استفسار أكتب لي بالتعليقات أوكي أريد أنشوف تعليقات بها أسألة عاشت اديكم نروح نروح إلى page 14 من activity book الاب صفحة 14 من كتاب النشاط اللي هو lesson 8 درس الثامن exercise 8 read the sentences اقرأ الجمل about how to look after your teeth حول كيفية الاعتنام بالأسنان and mark them وعلم عليهم يعني ضع عليهم علامة true or false T أو F true معناتها T اللي هي صح وال or false يعني معناتها F يعني خطأ أوكي يعني T صح وال F خطأ number one it's important to clean your teeth everyday يقول من الضروري it's important يعني من المهم أو الضروري to clean clean تنظيف your teeth أسنانك every teeth sorry everyday teeth يعني sun everyday معناتها كل يوم teeth يجب أن تنظف أسنانك كل يوم هذا السؤال أكيد هو سؤال true very good عاشة إديكم number two you should try you should يجب عليك try أن تحاول to see a teacher أن ترى المدرس if you have a toothache إذا كان عندك ألم أسنان يعني يقول هنا هذا السؤال إذا كان عندك ألم أسنان يجب عليك أن تذهب المدرس حتى يشوف لك يوم المدرس أكيد الجواب يكون false عاشة إديكم يا أبطال number three eating too many sweets eating too many sweets is good for your teeth eating too many أكل الكثير من الحلويات is good هو جيد for your teeth جيد لأسنانك هذا الشيء أكيد مو صح لأن أكل كثير من الحلويات هو مو جيد عاشة إديكم F number four brush your teeth brush معناها فرج أو نظف your teeth أسنانك four at least على الأقل two seconds two seconds يعني ثانيتين يعني يقول فرج لمدة ثانيتين شو تقولون أنا أقدر بالثانيتين أنا أضغط ثاني عاشة إديكم أكيد لا فيكون هنا الجواب هو أيضا false بس خلينا نرجع خطوة number four brush your teeth فرج أسنانك at least two seconds على الأقل ثانيتين يكون الجواب خاطئ عاشة إديكم number five a dentist dentist اللي هو طبيب الأسنان will give you will give you سوف يعطيك good advice نصيحة جيدة about how to look عن كيفية الاعتناء after your teeth بأسنانك طبيب الأسنان سوف يعطيك نصيحة لكيفية الاعتناء بأسنانك أكيد هذه الأشياء صحيحة true number six drinking lot of fizzy drinks drinking معناته شرب lot of fizzy drinks كثير من المشروبات الغازية is bad هو سيء for your teeth سيء لأسنانك أكيد هذا الشيء صح يعني شرب الكثير من الشربات الغازية هو مضور بالصحة وبالأسنان أوكي عاشة إديكم يا أبطال عاشة إديكم نروح إلى شباب قبل نحول أريدك تحفظ لي الأجوبة اللي هي صارت number one true number two F number three F number four F number five T number six T يعني الأولى صح ثانية ثالثة والرابعة خطأ والخامسة والستادسة صح حفظناهين عاشت إديكم منطينا هنا السؤال اللي هو B exercise B نفس الصفح correct the false sentences correct the false sentences لو نرجع خلينا نرجع خطوة الجملة الأولى منها عندي الخطأ عاشة إديكم الجملة الثانية you should try to see a teacher if you have to think يجب أن ترى المدرس إذا كان عندك ألم أسنان أنا ما راح أشوف المدرس راح شن اللي أشوف راح أشوف very good you should try to see a dentist نحاول التيتشر إلى dentist يجب عليك أن ترى طبيب الأسنان if you have a tooth ache إذا كان لديك ألم الأسنان عاشت إديكم يا أبطال الجملة الثالثة اللي هي أيضا خطأ eating too many sweets eating أكل الكثير من السويت الحلويات is good for your teeth هو جيد لأسنانك قلنا أكيد هذا الشيء مو صحيح اللي هو ليس جيدا لازم شنقول نقول eating too many sweets أكل الكثير من الحلويات is bad for your teeth هو سيء لأسنانك و نرجع خطوة للأخي خلينا نرجع في الخطوة اللي هي النقطة الرابعة أيضا خطأ النقطة الرابعة brush your teeth for at least two seconds فرج أسنانك على الأقل لمدة ثانيتين أنا ما راح ألاحق بالثانيتين لازم أحول seconds إلى عاشت إديكم يا أبطال إلى minutes brush your teeth فرج أسنانك for at least على الأقل two minutes على الأقل دقيقتين يلا تلحق بالدقيقتين تفرج الأسنان أوكي أعزائي طلاب هذا التمرين very very important هذا التمرين مهم جدا لأن الأسئلة اللي موجودة عن توتبه وش فقط يا عاي اللي الجمل اللي حلينا عن ستة اللي هي صحة وخطة إذا أجاك بها تصحيح فهذا التصحيح صار عندك يعني لازم تحول إلى وتحول إلى إلى بالنقطة الثالثة والنقطة الرابعة تحول إلى يعني معناته ثواني والمنت معناته الدقاء أوكي عاشد إيديكم عزائي طلاب هذا كل ما موجود عندنا كتابة الإعلان كتابة الإعلان والأشياء اللي موجودة بيها very important أوكي ضرورية جدا لهنا شباب ينتهي درسنا بس قبل لا ننهي الدرس أرجع وأكرر وأقود رجاء رجاء عزائي طلاب أي سؤال أي استفسار أي ملاحظة عندك ملاحظة ما أعرف لي شون صارت اكتب لي بالتعليق رجاء لن تشوف الفيديو لازم تكتب لي فتشي بالتعليق على موجود أنا أعرف حتى إذا كنت فاهم اكتب لي تم وما أعدي سؤال وإذا ما فهمت أي نقطة اكتب لي فت ملاحظة على موجود أنت تستفاد وزميلك الطالب أيضا يستفاد لهنا ننتهي درسنا تمنياتي للجميع بالموفقية والصحة والعافية اشتركوا في القناة